بسم الله الرحمن الرحيم يعطيك العافية التاسعة رح نكمل وصلنا عند البادئات حكينا البادئات هي عبارة عن إحدى مضاعفات الرقم عشرة وحكينا تستخدم للتعبير عن القيم الصغيرة جدا والقيم الكبيرة جدا وهي عبارة عن أحد إحدى مضاعفات الرقم يعني عندي الرقم عشرة مرفوع لأي أس وحكينا في عندنا جدول وكان مطلوب مننا حفظ هذا الجدول هلا بنبدأ يا عاشر في عندي لتحويل البادئة إلى رقم يعني أنا عندي الرقم البادئة بتكون مثلا هي ملفوظة لفظ قد تكون جيجا ميجا نانو ميلي ديسي أو أحد هذه البادئات لتحويلها إلى رقم نعوض قيمة البادئة مباشرة وتكون العملية ضرب هاي القاعدة مهمة جدا أنه أنا عملية تكون إيش ضرب مثال طبعا بجنس سؤال حول الكميات الآتية عندي أربعة نانو أمبير إلى أمبير فأربعة نانو أمبير الأمبير هي وحدة قياس التيار إلى أمبير معناته أنا بدي أفوك من البادئة اللي عندي النانو النانو كم تساوي؟ أربعة في عشرة قوة سالب تسعة وحكينا عملية إيش بتكون ضرب مثال آخر في عندي ثلاثة وست وثلاثين بالمية في عشرة قوة سالب خمسة ملي متر لما بدي أعوضها الملي بدي أفوك الملي هي عبارة عن عشرة قوة سالب ثلاثة طبعا الرقم بنزل كما هو بدون أي تغيير في عندي قاعدة يا تاسع مرت معك بثامن بالرياضيات في الضرب تجمع الأسس فسالب خمسة وسالب ثلاثة تعطيني سالب ثمنة ضروري جدا يا تاسع لما أحول الوحدة اللي حولت لها لازم تكون معي بالجواب النهائي اثنين في عندي لما بدي أحول من بادئة إلى أخرى لما بدي أحول من بادئة لبادئة مثلا هنا عندي أربعة مايكرو أمبير بدي أحول لنانو من مايكرو لنانو أول إشي بفك البادئات بوضع مقدار كل بادئة نحدد قيمة كل بادئة بعدين بقسم مقدار الموجود في اليمين عن المقدار الموجود في اليسار يعني عندي أنا أربعة في عشرة قوة سالب ستة مقدار المايكرو على مقدار النانو اللي هي سالب 9 هلا عندي هون تاسع عملية قسمة في القسمة تطرح الأسس هاي القواعد مهمة جدا فعندي 4 في 10 قوة سالب 6 ناقص سالب 9 سالب وسالب رح تعطيني موجب فبيصير عندي سالب 6 زائد 9 اللي هي 4 في 10 قوة 3 نانو أمبير لازم الجهة الثانية هاي اللي بحول اللي هتكون موجودة معي وين بالجواب مثال آخر 1.63% في 10 قوة سالب 2 ميلي جرام إلى جيجا 1.63% في 10 قوة سالب 2 ميلي جرام بدي أحولها إلى جيجا أول إشي حكينا بحدث قيمة كل بادي أسفلها فعند الميلي سالب 3 والجيجا سالب 10 قوة 9 فحكينا بأخذ المقدار اللي على اليمين مقسوما عن المقدار اللي على اليسار 1.63% في 10 قوة سالب 2 في 10 قوة سالب 3 على 9 بدي أبدأ بالبسط طبعا الرقم الأصلي أي إشي بالرقم الأصلي يبقى كما هو في الضرب تجمع الأسس سالب 3 وسالب 2 تعطيني سالب 5 المقام نزلته 10 قوة 9 هتصرت عندي عملية قسمة في القسمة تطرح الأسس تمام فسالب 5 ناقص سالب 9 ناقص 9 عفوا بتصير 1.63% في 10 قوة سالب 5 ناقص 9 اللي هي سالب 14 ننتبه يا تاسع كمان 1.63% في 10 قوة سالب 2 ميلي جرام بدي أحولها إلى جيجا جرام أول إشي حكينا بحدث قيمة كل بادي أسفلها فعند الملي سالب 3 والجيجا سالب 10 قوة 9 عفوا فحكينا بأخذ المقدار اللي على اليمين مقسوما عن مقدار اللي على اليسار 1.63% في 10 قوة سالب 2 في 10 قوة سالب 3 على 9 بدي أبدأ بالبسط طبعا الرقم الأصلي أي إشي بالرقم الأصلي يبقى كما هو في الضرب تجمع الأسس سالب 3 وسالب 2 تعطيني سالب 5 المقام نزلته 10 قوة 9 هتصرت عندي عملية قسمة في القسمة تطرح الأسس تمام فسالب 5 ناقص سالب 9 ناقص 9 عفوا بتصير 1.63% في 10 قوة هلأ عندي تطبيقات على استخدام أدوات القياس في عندي أول إشي المصطرة المصطرة طبعا بتقيس الأطوال بتكون الأطوال الصغيرة بتكون طبعا مدرجة بالملي مترات عفوا بالملي متر اثنين في عندي ساعة الإيقاف تقيس الفترات الزمنية القصيرة في عندي نوعين من الساعة الساعة الميكانيكية العادلة فيها العقارب العادية اللي نعرفها في عندي الساعة الإلكترونية الرقمية اللي بتعد بأجزاء من الثانية في عندي ثلاث الميزان الحساس طبعا حكينا الميزان بشكل عام بقيس الكتلة في عندي أكثر من نوع ذاكر لي هون نوازين الكبيرة بالقيس حمولة الشاحنات في عندي الميزان الميكانيكيلي المؤشر وفي عندي الإلكتروني الرقمي هل تقبيقات التكنولوجيا الحديثة في أدوات القياس في عندي أول أداء الورانية وهي تقيس طبعا هون مطلوب منك يا تاسع كل أداء ايش قياسها أو مميزتها بتقيس الأطوال بدقة جزء من عشرة من ملي متر اثنين المايكروميتر قياس بدقة بدقة واحد بالمية ملي متر جرس توقيت زمن الحركة بدقة ثنين بالمية ثانية العداد الإلكتروني دقة قياسه واحد بالألف ثانية في عندي الميزان الثلاثي الأذرع له ثلاثة أذرع كل ذراع تتحرك عليها كتلة ويستخدم في المختبرات تمام هل بدنا نشوفي عاشر أسئلة الفصل في عندي أسئلة الفصل طبعا السؤال الأول هو عبارة عن خيارات من متعدد إجابته الأولى للسؤال الأول ألف المبدأ اثنين المفهوم ثلاثة أضوء أربعة الدقة خمسة أجزاء الوحدات ومضاعفاتها ستة الرقم والوحدة سبعة المتر ثمانية بدي أقيس أنا هنا طول القلم بالنسبة لهذه المصدر رسمها بيطلع معي أدق رقم أربعة عشر واثنين وثلاثين وحكينا كل ما زادت المنازل العشرية زادت الدقة في القياس أنا بهمني الأسئلة الحسابية معطيني حول الكميات التالية حول إطنعش مايكرو أمبير إلى أمبير حكينا هون مباشرة بفك الأمبير عشر قوة سالب ستة وبنزلها بقى اثنين وسبعين كيلو متر في الساعة لكل ساعة إلى متر لكل ثانية طبعا إحنا بنعرف التاسع إنه كل واحد متر كيلو متر عبارة عن ألف متر وكل ساعة ثلاث ألاف وستين ثانية من وينها إيجت ستين دقيقة في ستين ثانية هل ثنين وسبعين الساعة فكيتها لألف متر والساعة يبرعن ثلاث ألاف وستمئة ثانية حذفت الصفرين مع الصفرين صارت عندي ثنين وسبعين في عشرة على ستة وثلاثين قسمتها على ستة صارت معي ثنعش في عشرة قوة في عشرة على ستة كأني بقسم مية وعشرين على ستة اللي هي عشرين جين في عندي ستة عش ونص لتر إلى متر مكعب كل واحد متر مكعب يساوي ألف لتر وأنا بدي أحول من متر إلى لتر متر مكعب إلى لتر بقسم على ألف طبعا هاي منعرفها سبعين نانو متر بدي أحولها إلى متر النانو عشرة قوة سالب تسعة فبفكها مباشرة السؤال الثاني عبر عن الأرقام الصورة العلمية ذكرنا يا تاسع إنها الصورة العلمية عبارة عن تحريك المنزلة الفاصل العشرية بحيث يصبح معي عشرة في قوة قوة بالنسبة لعدد المنازل اللي حركتها إذا حركنا باتجاه المنازل العشرية أنا عندي منازل عشرية معنات القوة سالبة باتجاه العدد الصحيح القوة موجبة فالصورة العلمية ذروي يظهر عندي عشرة قوة فأول إيش هنا عندي معطيني هذا الرقم اللي هي سرعة الضوء حركت الفاصلة عندي ثمن منازل فأهلي هي ثنين أربعة خمسة ستة سبعة ثمن منازل باتجاه المنطقة الاتجاه الشمال فصارت معي ثنين فاصلة تسعة وتسعمائية تسعة آلاف تسعمائية وسبعين لأن الأصفار هاي مهملة ولكن توقع تعد في أخذ عدد المنازل في عشرة قوة سالبة ثمانية اثنين في عندي الواحد عندي هون المنازل حركتها ثمن منازل باتجاه المنطقة منطقة العدد الصحيح هاي موجبة عفواني التاسع هون باتجاه العدد الصحيح فأصبحت عندي ثمن منازل جيم حركتها أنا كمان باتجاه العدد الصحيح سبع منازل تمام هل فإنه بالحرك الفاص طبعا نحن نشغل على الصيغة العلمية بحيث يكون العدد الصحيح من واحد لعشرة تمام اوكي في عندي السؤال الرابع معطيني حمول القصوى لشاحنة سبعة ونصط وكتلة الكيس الواحد من هذه الكميات اللي بدي يحملها اثنين ونصف في عشرة قوة ثلاث غرام عدد الأكياس عدد الأكياس اللي قانونية تاسع مطلوب يحفظ اللي هي كتلة الحمول القصوى على كتلة كل كيس هذا لما أجي أحوظ في عندي هنا الوحدة طن وفي عندي هنا الوحدة غرام بما أن الوحدتين مختلفتين لا يجوز الحل فالأصل إنني أنا أحوّل من طن إلى غرام طبعاً كل واحد طن ألف كيلوغرام وكل كيلوغرام ألف طن فحوّل من كيلوغرام إلى غرام تمام هل على اثنين ونصف عشرة قوة ثلاثة اللي هي نفسها الألف طبعاً عشرة قوة ثلاثة líder نفسها ألف وهنا بشتغل عملية حسابية سبعة ونصف في ألف في ألف على اثنين ونصف في ألف في الالف مع الالف الحفت صار معي السبعة ونص طبعا اذا تساوت المنازل ما بعد الفاصلة تحذف الفاصلة صار معي خمس وسبعين على خمس وعشرين قسمت على خمس وعشرين فيها بثلاث في الف بطلع معي ثلاث آلاف كيس